لا ما هجمتش بكل أخوة والحاجة أنا هقول لك ردي أخشوا على اليوتيوب ورجعوا بركات كان بيسأل أبو تريكا بطريقة إزاي والطريقة اللي بيلقي بيها بركات السؤال كأنه بيقول لمحمد أبو تريكا أقول إن الكورة إن شاء الله هترجع وتبقى كويسة وتبقى حلوة رد أبو تريكا النجم اللي الكورة عملته وعملت اللي جميع بتاعته وانا لو اقرأ المقالة أنا أقيل إن أنا شخصيا بفتقد أبو تريكا وانا عملت بقى حوار مع أبو تريكا على الهوى حلقتين ويعني أنا بحب جدا محمد أبو تريكا لكن بحب مصر أكتر وبحب الكورة أكتر من محمد أبو تريكا ومحمد أبو تريكا النجم اللي أنا حبيته جدا أنا كنت أتمنى إنه يدي أمل للناس إن الكورة هترجع بدل ما يقول إنها ماتت وانتهت أو إنها في غرفة الإنعاش ده اللي دقيقني أنت لما المهندس بيتكلم على البناء والتشييد إن ده حاجة حلوة بتوع السياحة لما السياحة بتبقى عطلانة بيطلع يقولوا يا رب السياحة ترجع وعايزين نساعد عشان ده أكتل عشان سيبك من حكاية أكتل العيش ده عشان مصر يعني مصر كل نشاط في مصر كل نشاط صغير يعني كل نشاط صغير بيشتغل مصر حتندج وتشتغل الكورة جزء من الأنشطة دي في ناس بتقولك ده احنا بيشتغل خمسة مليون وعشرة مليون سيبك بالكلام ده نشاط الناس بتحبه وهو شكل من أشكال الاقتصاد بيساهم في الاقتصاد المصري على فكرة بتتعرف أن لما نيجي نبني عمارة 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 واحدة الناس بتقولك بتعملوا عاصمة دارية جديدة لا ده فيه أكتر من مية وعشرين حرفة بيمارسها الغلابة حيشتغلوا في القف ده الحدد وال بتاع المباني وبتاع الطوب والمصانع السيراميك وكل ده مصانع مصريها هتشتغل فده ده اللي دهيقني من محمد أبوتيك محمد انت تدي أمل للمصريين ان الكرة رجع وانه الكرة هتعيش مهما كان حزنك لان حزنك احنا كمان عندنا نفس الحزن احنا فقدنا ناس أعزاء وفقدت ناس وعشان بقت الحكاية تبقى يعني أواضحة يعني انا في بيتي في بيتي اصحاب اولادي ألترس اهلاوي وألترس زملكاوي وحزني عليهم زي حزني أبوتيك بالزبط الفرق ان انت محمد شاف المنظر ماشي لكن انا النهاردة هاعد اقول ان الكرة ماتت مش هترجع الكرة ميتة شوف طريقة الالقاء شوف النبرة بتاعت الصوت ده ما عجبنيش ارجو ان الناس تشوف على اليوتيوب وتحس بالمشاكل